بنكمل مع بعض النهاردة كورس الافتر افكت بنقدم لكم الورشة العملية التانية للمبتدئين والهدف من ورشة النهاردة حاجتين اولا التنت تتعود ان تتطبق القواعد التلاتة في التحريك اللي كنا تكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات تاني حاجة عايزين نضيف لكم بعض التريكات والمهارات العملية اللي لازم تمارسها بيدك عشان تعرفها لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول واحد لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل يلا نبدأ الورشة العملية التانية للمبتدئين على الافتر افكت بعد الانترو معاكم محمد صبري من ويتو اي بيزنس القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك لو ده اول درس بتشوفه في كورس الافتر افكت هتلاقي كل لينكات الدروس اللي فاتت في الوصف تحت الفيديو من الاسئلة اللي كانت بتجيلي منكم ايه هي افضل الطرق عشان نقدر نستفيد من دروس الافتر افكت اللي احنا بنقدمها على قناة اليوتيوب افضل طريقة هي ان انت تتفرج على الدرس بالكامل الاول وبعد كده تتفرج عليه تاني واتطبق معاه خطوة بخطوة ورشة العمل النهاردة انا بأكد ان هي للمبتدئين مش ورشة عمل متقدمة اول حاجة عايزين نتعلمها النهاردة ازاي تعمل تحريك لعدد كتير من الليرز لان المشاريع المتقدمة لما هتجي تشتغل فيها هتلاقي نفسك بتعمل خمسين لير وستين لير يلا نروح لشة الكمبيوتر ونبدأ مع بعض الورشة التانية في كورس الافتر افكت للمبتدئين اول حاجة تعالوا نفتكر مع بعض الثلاث خطوات اللي كنا تعلمناهم في الفيديو اللي فات الخطوة الاولى كانت التصميم وبعدين التحريك والخطوة التالتة ترتيب التحريك دول الثلاث خطوات اللي احنا بنتبعهم في اي تصميم على الافتر افكت من اهم الامور برضو اللي عايزة نوع عنها في البداية انه مهم جدا اما تيجي تبدأ اي مشروع على الافتر افكت ان انت تنظم ملفاتك وافضل طريقة لتنظيم الملفات ان انت بتعمل فولدرات او بين زي ما احنا شايفين فولدر بيكون للفيديو فولدر للصور ولو هتحط الصوت هتعمل فولدر للصوت بس انا الصراحة يعني التكنيك اللي انا بفضله ما استخدمش الصوت على الافتر افكت انا بعد ما فاينل الانيميشن بتاعي على الافتر افكت اخده على الادو بريمير واركب عليه الصوت والافكت اللي انا عايزة ازاي ان عملت الفولدرات دي فولدرات دي عن طريق الايكون ده زي ما انتنا شايفين لما هتدوس على الايكون ده هيعمل لك فولدر جديد تبتدي تحط الاسم بتاعه طب افرض ان انا عايز اعمل فولدر جوا فولدر هسلكت على الفولدر اللي انا عايز اعمل فولدر تاني جواه ولو ضغطت على ده هيطلع لي الفولدر ده جواهه نبدأ اول حاجة بان احنا ندخل اول فايل عايزين نشتغل عليه دابل كليك في اي حتة فاضية وهياخد الاريال فيو ليك بعد كده هسحب الفايل ده على التايم لاين عشان ابدأ اعمل الكمبوزيشن بتاعي الفيديو ده هيبقى خلفية معايا فانا مش عايز احركه عن مكانه فحعمل ايه عشان ما هتحركش غصبا عني هتلاقي هنا في علامة الافل دي اسمها اللوك لو انا حطيت علامة اللوك هنا يبقى انا كده ايه خلاص الكلام ده مش هيتحرك عشان تبقى الدنيا سهلة معايا ويرندر بسرعة او اعرف اشتغل بسهولة هعمله كوارتر ريزوليوشن بشكل مؤقت طبعا يبقى بنعمل اللوك للفيديو ده وهيكون خلفية للمشروع معايا زي ما قلنا فانا مش عايزه يتحرك هبدأ اكتب النص الاول هختار علامة التاكست وهحط التاكست بتاعي في اي مكان وهكتب نصغر بس الفونت شوية نخلي اللون بتاعي ابيض ممكن مؤقتا اصغره اعمله كده وهكتب الجملة بتاعتي او النص بتاعي لو ضغطت F2 هاختار الموف تول وهحركه الى ممكن اغير الفونت ده دابل كليك كده على التاكست هروح هنا اختار انا بفضل اختار الفونت ايريال مثلا وخلي الفونت بالمقاس ده كويس في ايريال نارو ممكن اخليه بولت ونصغر الفونت كده شوية بعد كده هضيف نص تاني على لاير جديد تحت الايه التاكست ده ده هيبقى تحتيف فمعنى كده انه هيبقى بفونت اصغر شوية فهعمل ايه هاختار برضو هديس اللاكت بقى ده وهاختار التاكست تاني وهضغط كليك هصغر الفونت شوية بس انا عايز اخلي الريزوليوشن فول عشان انتو دبوه شايفين كويس ممكن بقى اكبر الفونت شوية وباداة الموف تول احركه وحطه فيه بعد كده هنعمل الشيب اللي هتكون خلفية للنص طبعا انا هعمل الشيب هنا هاختار الراوند دريكتانجل لو انا نسيت اعمل دي سيلاكت على لاير قبل ما ارسم الشيب هيبقى ماسكي مش هيبقى شيب لكن انا هتبصوا انا عملت دي سيلاكت واختارت الاداة دي وهبدأه من برا وهعمل الشيب اللي هيبقى خلفية او زي ما احنا شايفين الشيب لاير ده طلع فوق التاكست فانا عايزه تحت التاكستين دول فهسجدهم هنا طب انا عايز اغير بقى الدوران ده هعمل ايه هروح على الشيب هضغط على السهم اللي جنب الشيب كده هلاقي حيفتح لي content و transform انا هفتح ال content هتلاقي rectangle one هفتح rectangle one هتلاقي في حاجة اسمها بقى rectangle path افتحها في rectangle path هتلاقي aroundness aroundness ده هو اللي انا بعمل منه الايه التدوير شايفين بتاعة الشيب بتاعي فانا اخلي مثلا 31 مثلا عايز اغير اللون ده هغير لون الشيب من اين من الفيل شايفين الفيل لو ضغط على كلمة الفيل انا هغير الايه template بتاعها يعني عايزها solid color عايزها gradient radial مش عايزها بلون خالص عايز تغير فيه المود بتاعها عايزها تاخد من الخلفية ده ال opacity بتاعها ده 100% عايز اقلله هنشوف قصة ال opacity ده كمان شوية طب لو انا عايز اغير لون الشيب هضغط على اللون هنا مثلا ممكن ابدأ اخد بال eye dropper لون من هنا مثلا كده زي كده تمام يبقى انا كده عملت الشيب للايه التاكست ده بالشكل اللي احنا عايزين نبدأ نعمل النص اللي بعديه اللي احنا عايزين بقى نحطه ايه فوق هنا في الجزء ده اهم حاجة ان انا اعمل دي select للايه لل layer هاختار اداة التاكست وهنعملها في هذا الجزء بس انا شايفها كبيرة شوية double click وصغرها ده المقاس اللي انت شايفه مناسب ولي اكون كده وبعد كده بنفس الطريقة هعمل واعمل دي select وهاختار الشيب بس انا بقى عايزه rectangle عادي فهاجي اعمل ايه اهو طبعا عملي shape فوق التاكست انا عايزه تحت التاكست هدوس p عايز احركه شوية عايزين بقى نعمل نسخة تانية من تنزانيا والشيب بتاعه هعمل select على تنزانيا والشيب بتاعه وهضغط من الكيبورد على ctrl d تمام بس انا ما بعمل ده هطلق اللي اتنين تنزانيا فوق بعض واللي اتنين shape فوق بعض فاحنا هنعمل ايه هنختار تنزانيا 2 و shape 3 اللي اتنين دول وهدوس p وهعمل على الاكس هنقلهم بال ايه الناحية تانية كده تنزانيا ده هغير بقى تاكست هبتقى اغير التاكست بتاعي هنعمل بقى news 2020 دي في الجزء ده هنا ولكن هيكون بشكل مختلف هدي select layer برضه وهعمل text تاني ونحطها في الجزء ده ممكن تحط بدلها لوجو تحط بدلها اللي انت عايزه وبعد كده هندي select layer وهجيب و هرسم الخلفية بتاعت هذا الكلام طبعا زي ما احنا عارفين ال shape بتتحط فوق اللير فهتشدها تحت اللير دي تمام وابتق ايه ازبطها هدوس على ال P position F2 عشان اعمل دي select زي ما احنا شفناه يبقى احنا كده دي كده اخر point بس فيه نقطة مهمة قوي يعني حاول ان ده مثلا نختار اللير دي واللير دي ونعمل لها alignment D tool موجودة انا عايز اعمل محزانة حيط اليمين ايه هحتاج بعد كده ازبط اللير اللي هي بتاعت التاريخ سبتمبر 2011 هدوس على حرف P تاني وهبدأ ازبط مكانها على shape F2 بكده احنا انتهينا من المرحلة الاولى وهي مرحلة التصميم وهننتقل دلوقتي الى مرحلة التحريق بس فيه نقطة لسه مع من نهيش قبل ما نحرك عايزين نعيد تسمية لان لو فضلت كده انا مش هقدر اميزها لما يبقى عندك بقى layers كتير تمام فانا محتاج ان انا اغير تسمية التسمية الافتراضية وعدد كبير هيخليك مش عارف كل shape دي بتاعت الوحدة دي خلفية مين وعشان تسهل على نفسك انت ممكن تعمل اختصارات خاصة بيك انت هتكون فهمة زي مثلا انت تقول BG يبقى background LT يبقى lower third وهكذا يعني مسلا لو انا جيت اخترت ال shape ده ودوس تكليكي مين هتلاقي rename او ان انا هدوس على shape ودوس enter من الكيبورد هتلاقي يطلع لك دي دي انا هعملها بي جي سبايس لت ون يبقى انا كده ايه background lower third ون اهي هنخش على اللي بعدها برضو هدوس enter وهكتب بي جي تنزانيا يبقى انا عرفت ان دي خلفية تكاستئ اسمه تنزانيا اللي بعدها ودوس تأنتر بي جي date يبقى انا كده فهمت ان دي الخلفية التاريخ اللي بعدها دوس enter مثلا هخليها بي جي لوجو يبقى انا كده عملت اعادة تسمية لكل ال shape صحش انا بفهم على الوضع اللي قدامنا في التصميم ده نعتبر ان احنا انتهينا كده من التصميم نرجع نراجع تاني ونأكد لو انا عايز اغير مقاس ال shape فالطريقة السليمة ان انت هتوقف على اللير اللي عايز تغير ال scale بتاعه وتدوس على حرف ال S هيطلع لك ال scale زي ما انت شايف عايز اكبر طول وعرض الوحد وكل واحد بنسبة مختلفة بشيل العلامة دي تمام كده طيب احنا دلوقتي عايزين نبدأ نحرك ال shape الخاص بكلمة تنزانية لو عملت تحريك لل shape دي عن طريق ال scale فالتحريك هنا هيتم من النص بصوا لو انا جينا عملت scale وجيت صغرت شايفين التحريك بيعمل من النص ازاي انا مش عايز كده يبقى انا هنا محتاج اعمل ايه احرك ال anchor point لنص الخط ده طيب هعمل الكلام ده ازاي هختار التول دي شايفينها اهي ال anchor point تمام انا محدد shape ال anchor point ظهره مختار اداة ال anchor point هقف بالماوس على نقطة ال anchor point واضغط بالماوس الاول عليها وبعدين اضغط shift من الكيبورد واسحبها الى هنا يبقى انا كده حطيت ال anchor point تعانوا تشون بقى لو انا عملت scale دلوقتي ايه اللي هيحصل اللي scale بيحصل من الجنب شايفين يبقى دي نقطة الارتكاز بتاعتي من الجنب طب لو انا حركت بقى ال anchor point على نفس الخط ده بس على طرف الشاشة برضو نفس الحكاية نختار اداة ال anchor point هروقف عليها بالماوس هدوس الاول click mouse shift وحسحب ال anchor point دي لطرف الشاشة على نفس الخط لو انا بقى جيت وعملت scale دلوقتي بصوا اللي هيحصل هيحصل تحريك للخلفية مع ال scale كمان عايزين بقى نعمل هذا التحريك هنتحرك 15 frame بال playhead ال 15 frame دول هعمل بهم scale هاخد key frame واخد لأول frame وبعدين اطلعه اعمل scale zero فانا كده ايه اهو عايزين بقى نعمل التحريك ده عن طريق تنزانيا تنزانيا دي هنعمل لها التحريك بال opacity هاجي على تكس تنزانيا opacity بهادوس على الحرف t وهخلي ال opacity هنا مية في المية هحط key frame وهرجع للأول وهحط هخلي ال key frame ده ب zero نفس الطريقة اللي انا هعملها مع الخلفية بتاعة التاريخ هروح لل background date نفس الطريقة انا اعمل select اهو هدوس click shift هسحبها المرة دي بقى البرر ايه على طرف الشاشة وبعد كده اجي عامل scale هروح الى frame رقم 15 وهاخد key frame وهرجع للأول وبعد كده اعمل scale ب zero نفس الطريقة هعملها للdate نفسه بقى لي سبتمبر 2011 دي ولكن بال opacity هدوس t وهاخد key frame مية في المية هنا وهرجع على اول يبقى انا كده عملت تحريك للايه للاتنين دلوقتي بقى عايزين نعمل تحريك للجزء اللي بتاع ايه ال lower third ده نقفل بقى الكلام ده هاخد النصين وال background بتاعتهم يبقى انا كده عملت select على الثلاث هضغط على P position عشان نفتح ال position بتاعت الثلاثة بعد ما عملت select على الثلاثة هحط key frame هنا عند الفريم 15 هيحط لي key frame على الثلاث حاجات زي ما احنا شايفين هرجع لأول timeline ومن ال x position هطلحهم بره فهتلاقي ال animation بتاعك نخش بقى على الجزء الثالث اللي هو news 2020 انا هقفل الكلام ده طبعا خلاص وهنشوف الجزء news 2020 وال background بتاعك بالنسبة للتحريك الجزء ده اللي هما اللي اتنين دول انا عايز اعمل تحريك بناء على ال scale وال rotation لكن ال rotation انا عايز اتجاه دوران النصي بعكس اتجاه دوران الايه بال shape طب هنعمل الكلام ده ازاي برضو هقف عند حضد play head 15 ثم هسلكت scale shift r عشان احدد scale و rotation مع بعض وهحط keyframe هنا وهنا هرجع بقى للأول نبتدي نشتغل على rotation ال rotation بتاع ده انا هعمله 360 درجة واللي scale هعمله 0 نروح بقى للايه نعمل نفس القصة s shift r انا واقف عند الخمستاشر هحط keyframe scale و rotation هرجع للأول انا عملت ده ايه 360 لا ده بقى هعمله انا عايزه يلف العكس فهعمله minus 360 واللي scale برضو هقليه 0 ده احنا كده ايه خلصنا المرحلة دي بصفة مبدئية دلوقتي ننتقل للمرحلة التالتة وهي ان انا عايز ارتب دخول التحريك اللي احنا بنسميه sequencing خلينا نبدأ ان احنا نزبط التحريك للنص بتاع تنزانيا ليه تعالوا كده نركز شوية تنزانيا والباكجراوند بتاع تنزانيا ونعمله يوم ايه المشكلة فايه اللي بيحصل ان تنزانيا بيظهر قبل ما الشيب يكتمل فانا عايز الشيب اول ما هيكتمل هنا هياخد بقى الوباسيتي بتاع تنزانيا ده وحركه حرك لايه الكي فريمز برضو ظهر هنا لأ انا عايزه يبدأ من هنا ممكن يبدأ من هنا يبقى كده ما بيظهر بيبدأ يكتمل نفس القصة اللي انا عملتها هنا دي الجزء التاني بتاعة التاريخ يبقى انت كده زبطته تعالوا بقى نشغل في حاجة انا هنا الانيميشن بيخلص وفيه وقت كتير بعد كده لأ انا مش عايزه يستمر كل ده انا عايزه مثلا يقف هنا ويرجع يتعاد تاني فحقب المؤشر مكان ما انا عايز الانيميشن يخلص وحدوس على الحرف ان من الكيبورد تعالا كده شغل بقى معي عايزين الاول نشيل السيلاكشن افتو كده انا زبطت الايه الانيميشن نفسه كله مظبوط تماما او لو لاحظت ان الحركة سريعة بالنسبة للنص لدرجة ان انت مش قادر تشوف الانيميشن ممكن ساعتها بها ايه تتحكم فيه قرب الكي فريمز من بعض يان انت كل ما بتقرب الاتنين كي فريم من بعض الحركة بتبقى اسرع بتبعدهم بتبقى الحركة ابطأ فانت تقدر تتحكم في القصة دي من ان انت تتقرب الكي فريم او تبعدهم عن بعض انا دلوقتي عايز اعمل ترتيب لظهور الحاجة انتو شايفين هنا كل الحاجات بتظهر مع بعض لا انا مش عايز كده بقى انا عايز الاول يبقى فيه عشرة فريم الخلفية لوحدها عشان اعمل ده هعمل ايه فانا محتاج اظهر كل الحاجات اللي عليها كي فريم فهعمل select كده لكل الليرز وادوس على الحرف u الحرف u ظهر لي الكي فريمز فين انا عايز اول حاجة تظهر معايا النيوز عشرين عشرين تمام فانا قلت انا عايز الاول الخلفية تقعد عشرة فريم فحاجة من هنا واقول عشرة فريم طيب انا عايز ايه اللي يظهر بقى في الاول النيوز عشرين عشرين بالخلفية بتاعتها فهعمل select على الاتنين وحطهم ان هما دول هيبدأولي عند هنا تاني حاجة وبعد ثانية تظهر كلمة تنزانيا ثانية دي يعني ايه خمسة وعشرين طب هعملها ازاي لو انا قلت زائد 25 هجيب كلمة تانزانيا والباك جراوند بتاعتها وتبدأ تظهر عندي من هنا والتاريخ عايزه كمان يظهر معاها يبقى حاق الباك ديت والتاريخ عايزه يظهر معاها عند نفس المنطقة او عند نفس الوقت او وبعد كده اللاور ثيرد اللاور ثيرد اللي هو ايه و ايه و ايه عندي ثلاث حاجات الباك جراوند ده انه يظهر النص الكبير الاول وبعد كده النص الصغير بعديه يبقى الباك جراوند هتظهر الاول بعديها بعشرة فريم بقى انا عايزة اتحرك من هنا عشرة فريم الفورست الاول خلاص فورست الاول دي هتتبدأ من هنا وهتحرك و هتحرك كمان عشرة فريم و هتحرك التاكست اللي بعده يبدأ بعده تعالوا بقى نكبر البريفيو بتاعي و نرجع للاول خالص و نتفرج يبقى ده البروجيكت بتاعنا النهاردة بعد ما خلصناه او لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة او الواحد لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل اتمنى ان انت تجرب بنفسك و تمارس بيدك لان لو قعدت 100 سنة تتفرج على فيديوهات تعليمية مش هيحصل اي حاجة خالص لازم تنزل البرنامج على الجهاز عندك وتبتدي تشتغل وتجرب بيدك نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم من دروس كورس الافتر افاكت كان معاكم محمد صبري من وي تو اي بيزنس القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي انت محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته